اشتركوا في القناة انا بشكر حضرتك على ايه يا حبيب انا عاوزك كده تفك القاعدة بش عاوزك كده تبقى بقى الجاكت كده وقعد كده براحتك ايوه مش عاوزك كده تبقى مجدود لا مفيش مجدود ولا حاجة بس انا بشكر قناة الاهلي طبعا وبشكر حضرتك كابتن مصطفى انت كابتنك كبير لا يا حبيب وانا كنت بستمتع بيك في الملعب اي نعم مكنتش يعني عايز اخسر لكن انت كنت موهوب الله يكرم من الاجنحة اللي هي بيمتاز بالسرعة والكروسات حظك وحش انت ميقبش معنا في النادي الاقل كنت اخذتلك كم كروس كده ربنا اوفاقكو على الاموم الله يكرم دكتور انا بشكرك على ايه يا حبيب لا لا نعمل حاجة بسيطة من اللي انت اديته للكرة المصرية ونادي المقاولين ونادي الاسماعيلي ونادي اسكو كمان اللي انت بدأت فيه انا مش عارف ابدأ معك منين انت تولدت في حي الجمالية نعم كنت بلعب كرة شراب في الشارع كان ليك فرقة؟ انا لعبت كرة شراب لان اخويك كبير كان بلعب كرة شراب فكنت بلعب ضد فريق اسمه الضبع مثلا او في النادي القومي انت طبعا انا وانا لعبت ضدك ماتش في نادي الجمالية كنت انت جيت نادي الجمالية اه ده انا جيت انا ربطين تلاتة اه فلعبنا ضد بعض انا وانت ونصر براهيم انا فكرني بقى بالماتشات دي اه انا كنت لعب كرة شراب كويس انت كنت حاجة جميلة كابتل مصطفى الله يكرمك الحمدى ربنا يا خدير وانسان محترم وكنت لعب كبير الله يسعيدك طيب انت كنت شايف زمان كان في المنافسات بين الاحياء كل واحد كان بيلعب كان في فرق موجودة والناس كانت بتتفرج بتنزل بالشوارع بالبالكونات وحاجة وكانت ناس ساعات بتحط كراسي وبتاعه ده وتعمل بفلوس والكلام ده انت فريقة انت نزلت كنت لعب كرة شراب بدأتها من سنة كامل انا بدأت شراب حوالي كابتن خمستاشر سنة خمستاشر سنة قبل كده ما قلت ايه اه كنت ألعب في المدرسة بتاعتنا اللي ابتداي اه وبعدين خرقت للملاعب اللي برا اللي بقى اللي في الشارع بقى اه رحت الهولة لي رحت مبابة لقيت ضد كابتن حسن علي ورقفة ميكي وشاكر عب فتاح وكرة شراب بس بعد ما كبرنا شوية لا ما طبعا طب انت شاف ان الكرة شراب ديت من الاسباب اللي بيتعلي مهارة اللعب طبعا كابتن الكرة مساحتها صغيرة اه فيبدأ اللعب يحاول يتحكم فيها اه فكل حاجة اه الكرة شراب بيبان لعيب الكرة شراب يحتفظ بالكرة عنده مهارة عالية اه الكرة شراب هي اللي عرفتنا بالناس وزي ما حضرتك بتقول في الأولى لي الناس كانت تجيب كراسي وتقعد بصبت كده اه وتشوت الكرة تخاف تشوت قوي عشان حتيجي في الناس اللي وقفة ورقور اللي وقفة ورقور اه ما كانش في شبكة عالي كرة الشراب عالي كرة الشراب عالي شبك فطبعا كرة الشراب هي دي اللي عملتنا لعيبة وهي للأسف دلوقتي ما فيش كرة شراب لان ما فيش اماكن تلعب فيها ما فيش اماكن صح طيب هل الاسرة معاك كانت بتساعدك او كانت بتدايقك لما بتيجي تنزل تلعب كرة شراب لا انا كان ليا اخين حسني ومحمد حسني ده كان يحب يلعب الكرة الكبيرة اه يعني عندنا ملعبش عنديها كبيرة اه كان يعملها بالقوطة ويدككها اه تدكك لان تبقى هي حاجة جوه زي الكوتش الكل اللي هي تتعمل عليها لا دي كلها من بره من كلها من بره اه وانما جوه الاسفنج اه وبيتلف عليه الخيط اه ويتحطي كلها اه الكرة الكبيرة كانوا بيدهنوها بالقوطة بالطماطم اه ويدككوها تدكك كانت الكرة كده اه وفي محيط خارجي ايه انا كان عندي ثلاث كور عندك ببتوعك بقى اه ببتوع اخواتي ببتوع ايه انت ببتتحكم فيهم بقى اه وعندنا قوضة فيها باب الناحية دي وباب الناحية دي فكان اخويا يوقف هنا واخويا يوقف هنا ويقولولي شوت يا حمدي شوت شوت وانا طبعا خمس سنين ست سنين يعني عاودوك على انك عاودوني وكنت اروح اقعد اتفرج عليهم لما يلعبوا ماتشاة كان لا يبكورك ويسا اه كان زيك كده ولا يالي منك لا اه لا كان احسن مني كمان اه مكملوش ليه اه خلاص بقى التجول للشغل بتاعهم وما كانش فيه اه ما كانش فيه اهتمام زي دلوقتي ايو ايو فانا اللي يشوفني يقولي لازم تروح تلعب لنادي كان جسمك عامل كبير ولا قليل لا قلت قليل لكن عندي تحمل اه عندي الكرة الشراب ايو ما خليه الواحد يلعب حافي يلعب بكوتش مش تحكم في كرة في كل حاجة بالزبط فساعدنا كانت فيه لعيب اسمه إبراهيم عزيز الله يرحمه الله يرحمه ده وداني نادي اسكو روحت عابلك هو اللي ودك ولا انت فيه حد يشافك لا هو وداني لكابتن شلش كابتن شلش رحمه الله يرحمه طبعا الله يرحمه طبعا اه في ملعب طراب على انجيلا كده اه فرحت فكان حظي ان كانوا عاملين مباراوت دي اوه ده في اسكو وانا كنت مستلف في اسكو اه في اسكو كنت مستلف بوت من واحد صاحبي البوت بتاع عباتها ده بتاع عباتها زمان الاسويت ده آه الأبيض ولو لا لا البوت الأبيض البوت الأبيض فكان فيه أبيض بس ده الكويتش اللي هو الأبيض البوت بتاع الباسكت اللي هو الأسود الطويل ده آه وكان فيه بوت أبيض آه كان قوي شوية بلاستيك آه بس مش أي حد يلبسه طبعا فالمومي صاحبي ده قلت له هات البوت معاكم بتاع أنا رايح أختبر آه فاروح تنزلك الشوت التاني آه ربنا أكرمني جبت جونين يا كبت في اليوم ده آه في ريال ملعب كبير كان معايا السويس بقى أو سامي السلامة ورضا هاشم وطلحة بس أنت كنت تتعرفهم اللي متعرفهمش لا معرفهمش متعرفهمش أنا رايح أختبر اختبرت آه نزلني الشوت التاني جبت جونين وبعد الاختبار ده وطلعت بعد مسجلتي الهدفين كابتل شلش خدني جابك بقى مضاني على طول آه اللي يمدي على الاستمرار دي وإنت مضيت على طول روح تموضي على استمرار المهمة بقيت أروح أتمرن مع كابتل شلش وبعد التمرين كابتل شلش بيروح يقعد في قهوة في شوبرة في دوران شوبرة آه أروح معادي علي أنا معايش فلوس عايز أروح آه أروح معادي علي نادي اسكو ما كاشي بيديك فلوس لا لسه يعني لسه مش ستين 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 قرشي في الشعر خمسة وستين قرشي بتاع آه فاروح عند الكابتل شلش يقعد يلعب طاولة آه وعمل إيه يخسر وأنا عايز الفلوس عشان أروح أقول له يا كابتل شلش هعايز أمشي يقول لي لأ هاتلو حلبة بحليم أشرب الحلبة بحليم هاتلو كاكاو بحليم أشرب الكاكاو بحليم أنا عايز أخد الفلوس وامش هاتلو شاي بلبة هاتلو شاي بحليم أشربتو هاتلو شاي بحليم اشربتو هاتلو كتابة بحليم هاتلو كتابة بحليم أدرم أمصر